بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد قال القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائين رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل كان الكلام في دلالة الأمر مادة وهيئة على الطلب الوجوب على الوجوب وقلنا أن الجميع جميع المحققين من الأصوليين قد ذهبوا إلى دلالته على الوجوب والدليل على ذلك هو التبادر والبناء العرفي العام البناء اللغوي العام إلا أنهم اختلفوا في تفسير منشأ التبادر إلى أقوال كان القول الأول منها يذهب إلى أن منشأ هذا التبادر هو الوضع بمعنى أن الآمر بمادته وهيئته موضوع للطلب الوجوبي موضوع للطلب الصادر عن أمر لزومي وكان دليل هذا القول أنه التبادر حصول التبادر لكن ذكرنا في الدرس الماضي أنه حتى تتم دلالة التبادر على هذا القول لا بد أن ينضم إليها شيء آخر وهو إبطال الأقوال الأخرى باعتبار أن أصحاب الأقوال الأخرى يعترفون بالتبادر يقولون أن من يسمع مادة الأمر أو صيغة الأمر يتبادر إلى ذهنه الوجوب الطلب الوجوبي اللزومي ولكن من شأ هذا التبادر ليس هو الواضع وإنما من شأه قرين أخرى قرين عامة موجودة دائما مع الإنسان طيب لنرى القول الثاني القول الثاني هو ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه وقال أن دلالة الأمر مادة وهيئة على الطلب اللزومي على الوجوب هو لحكم العاقل لا للواضع فليس مادة الأمر ولا هيئة الأمر موضوعة للطلب اللزومي بل هي موضوعة للطلب بمعناه العام الذي يشمل الطلب اللزومي والطلب غير اللزومي يعني بالنتيجة الوجوب والاستحباب ولكننا نستفيد الوجوب بحكم العاقل العاقل هو الذي يحكم بلزوم الامتثال يحكم بأن هذا الطلب لزومي كيف يقول إذا جاء الطلب ولم يقترن بترخيص لم تكن معه قرين على الترخيص في تركي هذا الطلب فإن العقل هنا يحكم بلزوم الامتثال يعني إذا جاء طلب من المولى إذا جاء أمر من المولى سواء بالمادة أو سواء بالصيغة بصيغة الامر ولم يقترن هذا الامر مع مرخص في الترك العقل هنا نعم هذا الامر يدل بالدلالة اللفظية يدل عن طريق الواضع على الطلب أن المولى يطلب منك أن تفعل متعلق هذا الامر لكن كيف نفهم منه الوجوب يقول نفهم منه الوجوب لحكم العاقل بالوجوب لماذا قال إذا كان هذا الطلب غير مقترن يعني لم تكن معه هناك قرين على أن المولى لا يلزم يرخص في ترك هذا الطلب فإنه مع عدم هكذا قرين فإن العقل يحكم بلزوم الامتثال يعني يحكم بالوجوب فالوجوب حكم عقلي لا أنه مستفاد من اللفظ وأما إذا كانت هناك قرين على الترخيص في الامتثال لا فيكون العقل لا يحكم بالوجوب بل يستفاد الاستحباب من ذلك فإذا بناء على هذا يكون الدال على الوجوب هو العقل العقل هو الذي يحكم الوجوب طبعا وهذا الحكم العقلي حكم بسيط فطري فهو موجود عند جميع الناس ولذلك أي إنسان يسمع أمر صادر من المولى سواء بمادة الأمر أو بهيئة الأمر فإنه يفهم منه الوجوب لحكم عقله الفطري البسيط بالوجوب عند عدم ورود الترخيص هذا ما ذهب إليه المحقق النائيني السيد الشهيد هنا يشكل على ما ذهب إليه المحقق النائيني بعدة إشكالات الإشكال الأول يقول أن أنه ما هو موضوع لنأتي ونسأل هذا السؤال ما هو موضوع حكم العاقل بلزوم الامتثال يعني متى يحكم العاقل بأن الامتثال لازم على العبد يجب عليه الامتثال هل أن الموضوع هو صدور الأمر أو مجيء الأمر إلى المكلف مع عدم المرخص كما ذهب المحقق النائيني كلما جاء أمر ولم يكن مخترنا بترخيص حكم العاقل بالوجوب يعني أن موضوع حكم العاقل بالوجوب ما هو؟ هو صدور أمر من المولى لا يقترن بترخيص لم يقترن بترخيص يقول السيد لا ليس هذا هو موضوع حكم العاقل بلزوم الامتثال لماذا؟ يقول لأنه لنفترض أنه أن المولى صدر منه أمر معين صدر منه أمر معين ولم يقترن هذا الأمر بمرخص ولكن العبد فهم المكلف فهم أن هذا الأمر لم يصدر لداعي لزومي صدفة فهم هذه القضية أن هذا الأمر لم يصدر من المولى لداعي لزومي فهنا هل يحكم العاقل بلزوم الامتثال؟ قل من الواضح لا لا يحكم العاقل بلزوم الامتثال رغم أن الأمر لم يقترن بالترخيص المفروض على مبنى المحقق النائيني أن الأمر إذا صدر منه دون اقترانه بترخيصا من المولى لابد أن يحكم العاقل بلزوم الامتثال ولكن هنا قد صدر الأمر من المولى مع عدم الاقتران بالمرخص ولكن المكلف فهم بطريق آخر ولو صدفة بأن هذا الأمر لم يصدر لداعي لزومي فإن العقل هنا من الواضح أنه لا يحكم بلزوم الامتثال فإذن إذن نفهم من ذلك أن موضوع حكم العاقل بالوجوب أو لزوم الامتثال إنما هو إذا فهم المكلف أو المؤمور يعني إذا فهم أو علم بأن الداعي لصدور هذا الأمر هو داع لزومي داع لزومي أن هناك ملاك لزومي وراء هذا الأمر طيب السؤال من أين يفهم ذلك المكلف من أين يفهم أن هذا الأمر صدر لداع لزومي هذا إنما هو دلالة التزامية لنفس خطاب المولى يعني أن المولى حينما يصدر الخطاب حينما يصدر الأمر من نفس خطاب المولى نفهم أن هذا الأمر خلفه داعي لزومي خب كيف كيف أو متى تكون هذه الدلالة الالتزامية متى يدل الأمر سواء بمادته أو صيغته متى يدل بالدلالة الالتزامية على أن الداعي لذلك هو داعي اللزومي نقول إن كان التفت جيدا إن كان دلالته على الوجوب إذا دل على الوجوب بالدلالة المطابقية دل بالدلالة الالتزامية على أن الداعي لهذا الطلب أو الداعي لهذا الأمر هو ماذا هو داعي اللزومي هو ملاك لزومي ليس أمامنا طريق لفهم أو للعلم بأن الداعي وراء الطلب أو الملاك وراء الطلب هو ملاك لزومي إلا من خلال دلالة نفس الطلب دلالة نفس الطلب يدل عليه بالدلالة الالتزامية طيب متى يدل الطلب على أن الملاك الذي وراءه ملاك اللزومي هذا إن دل على ماذا على أن الطلب لزومي لابد أن يدل الدليل أو اللفظ المستعمل وهو مادة الأمر أو هيئته على أن الطلب لزومي حتى نفهم أنه وراءه ماذا ملاك اللزومي فإذن العاقل إنما يحكم بالوجوب أو اللزوم موضوعه في هذا الحكم هو ماذا هو أن يكون الداعي والملاك لزومي والملاك لا يمكن أن نفهمه كونه لزومي أو لا إلا من خلال دلالة الطلب فإذا كان الطلب يدل دلالة لفظية على الوجوب دل بالدلالة الالتزامية على أن الملاك ملاك لزومي فهنا لا يمكن المصير إلى حكم حكم العقلي إلا بعد دلالة الدليل اللفظي على ماذا؟ على الوجوب حتى يفهم العقل أن الداعي لزومي وبالنتيجة يحكم بلزوم الامتثال العقل أما قبل ذلك كما يدعي المحقق النائيني فلا يحكم العقل بلزوم الامتثال فليس موضوعه إذ ليس موضوعه هو عدم اقتران الأمر بالترخيص قال القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك يعني دلالة أو منشأ دلالة الامر مادة وهيئة على الوجوب بحيث تبادر منه ذلك أن المنشأ لذلك هو حكم العقل أن ذلك بحكم العقل قلنا ذلك تعود على ماذا؟ على أن المنشأ لتبادر الوجوب من صيغة أو مادة الأمر هو حكم العقل قال من أن ذلك بحكم العقل بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي وإنما مدلوله يعني مدلول الدليل اللفظي الطلب ولكن وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب ويرد عليه أولا ثلاثة إشكالات تذكر السيد الشهيد على كلام النائني إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح أن المكلف إذا اطلع اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلبه يعني طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته فوات هذا الملاك لم يحكم العقل بلزوم الامتثال فهذا يكشف عن أن موضوع حكم العقل ليس هو صدور الطلب مع عدم الاقتران بالمرخص فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب وهي الملاك اللزومي وهذه المرتبة طيب الملاك اللزومي من الذي يكشف عنه يكشف عنه نفس الدليل اللفظي بالدلالة الالتزامية طبعا متى يكشف الدليل اللفظي عن الملاك اللزومي بالدلالة الالتزامية يكشف عنه إذا كان دالا على اللزوم إذا كان الطلب يعني إذا كان الدليل دالا على الطلب اللزومي يكشف بالدلالة الالتزامية أن وراءه ملاك لزومي فنرجع إلى أنه لا بد أولا أن يتحدد أي مرتبة من مراتب الطلب باللفظ بالدلالة اللفظية لنفهم بعد ذلك أن الملاكة هو لزومي أو غير لزومي فيحكم العاقل بلزوم الامتثال أو لا وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي طبعا بالدلالة التزامية فلا بد من فرض أخذها أخذ هذه المرتبة في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي مدلول اللفظ الالتزامي طبعا لأنه بالمطابق يدل على ماذا؟ على الوجوب لا بد يدل على الوجوب حتى يدل بالالتزام على الملاك اللزومي هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني على مبنى المحقق النائيني أنه يقول إذا جاء إذا صدر الطلب من المولا واقترن هذا الطلب بمرخص عام مرخص عام يعني هذا العام يدل على الإباحة في عنوان عام يشمل موضوع الطلب وزيادة يشمل متعلق الطلب وزيادة مثلا على سبيل المثال لو أن المولا قال لا يجب إكرام العلماء لا يجب إكرام العلماء مثلا فهنا هذا الخطاب يدل على الترخيص في إكرام العلماء عنوان العلماء ولو قال في خطاب آخر مثلا آمرك بإكرام الفقهاء أو يجب أو أكرم الفقهاء أكرم الفقهاء لا يجب طبعا هذا مادة الوجوب تدل على الوجوب لا كلامنا في مادة الأمر وصيغة الأمر آمرك بإكرام الفقهاء أو أكرم الفقهاء هنا على مبنى المحقق النائيني صدور هذا الطلب أكرم الفقهاء معه مرخص وهو أي مرخص ذلك المرخص العام الذي قال لا يجب إكرام العلماء باعتبار أن الفقهاء قسم من العلماء فعلى مبنى لا يحكم العقل بلزوم الامتثال أو لا يحكم العقل بوجوب إكرام الفقهاء لماذا؟ لأن هذا الأمر الصادر من المولاء بإكرام الفقهاء مقترن بمرخص وذلك المرخص العام ولكن المتفق عليه بين الأصوليين أنه في مثل هذه الحالة يقع الكلام في أن هذا الأمر أكرم الفقهاء أنه مخصص مخصص لذلك العام لا يجب إكرام العلماء يعني عنوان العلماء يشمل الفقهاء وغيرهم فأن يكون مخصص لماذا؟ لأن لا تكرم العلماء يدل على الترخيص في عدم إكرام عدم وجوب يعني عدم وجوب إكرام العلماء أما أكرم الفقهاء يدل على وجوب إكرام الفقهاء فلابد أن يكون هذا الأمر مرخص لذلك عفوا مقيد أو مخصص لذلك العام المرخص الأمر مخصص لذلك العام المرخص لكن أما بناء على مبنى المحقق النائيني فإنه لا لابد من القول بعدم الالتزام بالوجوب في الأمر وهذا قائل به قال وثانيا أن لازم القول المذكور عن المحقق النائيني رحمة الله عليه أن يبني على عدم الوجوب فيما إذا اخترن بالأمر عام فيما إذا اخترن بالأمر عام يدل على الإباحة في عنوان يعني متعلق بعنوان يشمل بعمومه مورد الأمر يعني متعلق الأمر قلنا مثل أن يقول مرة أكرم الفقهاء أو آمرك بإكرام الفقهاء ويقول مرة لا يجب إكرام العلماء لاحظوا هنا الترخيص تعلق بعنوان وهو عنوان العلماء هذا عنوان العلماء يشمل متعلق الأمر وهو الفقهاء المفروض هنا أن يكون هناك ترخيص فلا يحكم العقل بالوجوب فلا نلتزم بالوجوب على مبنى النائنين وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة ومخرجا لمورده عن عمومه لأنه أخص منه والدال للأخص يقدم على الدال للعام كما تقدم فيكون النتيجة هنا أنه أن الفقهاء يجب إكرامهم وأما بقية العلماء الذين هم ليسوا بفقهاء فلا يجب إكرامهم هذا مقتضى التخصيص ونتيجة التخصيص وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض بين الخاص والعام ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام العام المرخص ليقدم الأمر بالأخص يصنع لا تعارض لماذا وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلال على الوجوب بناء على هذا المسلك بناء على مسلك المحقق النائيني لأنه عندنا آمر مع مرخص فلا يتم موضوع حكم العاقل فلا يحكم العاقل بالوجوب فإذا لم يحكم العاقل بالوجوب فهذا لا يحصل لناك تنافي في دلالة العام والخاص بل هما منسجمان نعم بل المتعين بناء عليه أن يكون العام مرافعا لموضوع حكم العاقل بلزوم الامتثال لأن كما قلنا أن موضوعه صدور الأمر وعدم اقترانه بالمرخص والحال أن العام يثبت اقتران الأمر بالمرخص لأن العام مترخيص وارد من الشارع وحكم العاقل على عدم ورود الترخيص من المولا مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب يعني الالتزام بالوجوب فيما تعلق به الأمر ويبقى العام حج في غير هذا الموريد وفي غير هذا المتعلق والثالث طبعا الإشكال الثالث الذي ذكره باعتبار أنه نوعا ما مطول فنتركه إلى الدرس الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الوقت المتبقي لا يكفي لبيان هذا الإشكال فنتركه إلى الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد